من ضمن الاسئلة كنت عاوز اعرف ايه طبيعة الشغل في فاوري بلص في احدى الفروع وايه السالة الركاب والمميزات والعيوب ايه؟ الحقيقة العمل في اي فروع زي فاوري وبي والحاجات دي كلها هو بيبقى فيه شغل طارجت وفيه اه رسابشن وفيه سيلز وهكذا يعني بيشتغلوا في هذه الحاجات لما خدمة عملة او سيلز لانه بيشتغل في هزا التارجت او بيحل مشاكل العملة او بيمضي الاوراق او بيساعدهم في الحصول على الخدمات المالية سواء قروض او غيره المرتبات على حسب انت تلتغل ايه ولكن اعتقد ان هيكون فيها راتب بيلعب في رينج من خمسة لستة لو بيقى فيه طارجت وبيقى فيه فلوس اه ده طبعا للناس الخبرة اتوقع وليس اجزم ايه المزايا؟ المزايا ان حضرتك ليك فرصة بعدها انك ممكن تنتقل احتى البنوك لان عادة بتبقى نفس الصناعة المالية فبياخدوا منها فبتدي اكسبوجر كويس لو انت مهتم في العمل في البنوك ومجال القروض الى اخره اه العيوب زي اي عيوب طارجت اه ضغط الشغل اتعامل مع العمل في الفروع ده فور بلاس ممكن يبقى فيه بعض العمله اه الايجو بيبقى عالي فالتعامل المباشر مع العمله ومشاكلهم ضع ده فيه الاعتبار وربنا وفاك واكتبوه كل خير بازن الله اكتبوه انا فيه اتعاملات لو حد عنده معلومة ممكن يسعدنا بيها بخصوص هزا الشغل وتقفيد